محمد بن راشد يطلق أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031 واستراتيجية 2021 للعلوم المتقدمة المنبثقة عنها المجلس الوطني الاتحادي يبحث علاقات التعاون مع البرلمان البرازيلي ويؤكد حق الإمارات في جزرها الثلاث المحتلة ضمن أنشطة وزارة التربية والتعليم في شهر القراءة انطلاق فعاليات كرنفال خورفكان القراءة على كرنيش المدينة عبر قناة الشارقة الفضائية قدمت لحضراتكم أنا نازك شمري أبرز عنوين أخبار الدار فإلى النشرة بالتفصيل أهلا بكم أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن تعزيز بيئة العلوم المتقدمة في دولة الإمارات يمثل أفضل استثمار في جهود صناعة المستقبل وأداة رئيسية لنقل إبداعات العقل البشري إلى مرحلة التطبيق جاء ذلك بمناسبة إطلاق سموه أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031 واستراتيجية 2021 للعلوم المتقدمة المنبثقة عنها حيث تهدف الأجندة لتوظيف العلوم المتقدمة في تطوير وابتكار حلول للتحديات المستقبلية ودعم جهود الحكومة في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2021 وقال سموه إن أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة تعكس توجهاتنا ومنهجيتنا في العمل الحكومي القائم على التخطيط المستقبلي والتفكير الاستباقي وابتكار أفضل الحلول والممارسات نريد أن نجعل الإمارات مركزا للعلوم المتقدمة ووجهة للعلماء والمبدعين ومصدرا للمعرفة والابتكارات العلمية في سياق مختلف قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واجب العزاء في وفاة المرحوم عويض بن سهيل الخيالي جاء ذلك خلال زيارة سموه يرافقه وليو عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي مجلس عزاء الفقيد في منطقة زاخر بمدينة العين صباح اليوم وقدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى حمد بن سهيل الخيالي شقيق الفقيد والأنجال جوعان ومحمد وسعيد وسهيل وحمد وسالم ومبارك عويضة سهيل الخيالي راجين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه جميل الصبر وحسن العزاء التقى سعادة مروان أحمد بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي في فندق جراند حياة دبي اليوم وفدا برلمانيا برازيليا برئاسة السيناتور كولور فرناندو رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني بمجلس الشيوخ البرازيلي الرئيس البرازيلي الأسبق وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين الجانبين في مختلف المجالات لا سيما البرلمانية واستعرض سعادة مروان بن غليطة مراحل تطور الحياة البرلمانية في الدولة وجهود دولة الإمارات في مكافحة الإرهاب والتطرف وتطرق سعادته إلى قضية الجزر الإماراتي الثلاث الطمب الكبرى وطمب الصغرى وأبو موسى المحتلة من قبل إيران والمطالب المشروعة لدولة الإمارات لحل هذه القضية سواء بالمساع السلمية أو اللجوء إلى التحكيم الدولي وأكد أهمية الجهود التي تقوم بها الإمارات لإعادة الشرعية في اليمن في إطار التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة من جانبه أكد السيناتر كولار فرناندو ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان البرازيلي إلى اليمن وإعادة الأمل حيث قصفت طائرة التحالف العربي معاقلة للمتمردين الحوثيين قبالة منطقة نجران على الحدود مع السعودية كما نفذت قوة الجيش الوطني مسنودة بطيران الأباتشي التابع للتحالف العربي عملية عسكرية نوعية وخاطفة في مديرية الظاهر جنوب غربي محافظة صعدة حيث تمكنت من استعادة عدد من المواقع المهمة من قبضة الحوثيين لا تزال العمليات العسكرية للتحالف العربي وقوات الشرعية اليمنية مستمرة في رصد واستهداف تجمعات الميليشيات الحوثية الإيرانية الإرهابية وتعزيزاتها العسكرية على جبهة الساحل الغربي لليمن حيث شنت مقاتلة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية سلسلة غارات جوية مركزة استهدفت مراكز قيادة واليات عسكرية ومستودعات أسلحة وضخائر وتجمعات للحوثيين في مناطق الفازة والدرهمي بجبهة الساحل الغربي لليمن تكبدت على إثرها الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتادي والأرواح وفي محافظتي سعد والبيضاء شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت مواقع وتعزيزات تابعة لميليشيات الحوثي في مدرية الملاجم شرق محافظة البيضاء كما تمكنت قوات شرعية من تحرير حيد العصم وتبت أبو عقال فيما تخوض قوات الجيش معارك ضارية على بعد كيلومتر من سوق الملاحيظ بمركز مدرية الظاهر بصعدة كما قصفت طائرات التحالف العربي معاقلة للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران على الحدود مع السعودية غارات أخرى للتحالف العربي تركزت على تجمعات الإنقلابين الحوثيين في الشريط الحدودي قبالة منطقة نجران جنوبية السعودية كما شنت طائرات التحالف العربي غارات على مناطق أخرى داخل الأراضي اليمنية امتدت إلى مواقع للحوثيين في مزارع الجر بمدرية عبس بمحافظة حج الحدودية وفي تعز جنوب اليمن دارت مواجهات في جبهة الأربعين وأطراف زنوج شمالي المدينة كما شن المتمردون قصفا على حي واضي القاضي في تعز كذلك تعرضت الأحياء الشرقية لمدينة تعز والقرى الواقعة شرقية بالصبر لقصف عنيف من قبل المتمردين الحوثيين ونبقى في اليمن ولكن في الشأن الإنساني إذ تكفل الهلال الأحمر الإماراتي باستكمال علاج الطفلة اليمنية أسيل في الهند والتي تعاني من ثقب بالقلب وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم دولة الإمارات المتواصل للأشقاء في اليمن لتخفيف من معاناتهم والوقوف إلى جانبهم في ظل الأزمة التي تشهدها بلادهم وضمن الجهود الإنسانية للهلال الأحمر الإماراتي على الساحة اليمنية وكان في ودع الطفلة أسيل لدى سفارها إلى الهند بمرافقة ذويها لاستكمال العلاج طيب الشامسي مندوب الهلال الأحمر الإماراتي في عدن في حضور شيخ عائشة بن سمحمد القاسمي عضو اللجنة الاستشارية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة نظمت جمعية الاجتماعيين في الإمارات بالتعاون مع الجمعية الخليجية للاجتماعيين ورشة حول الاستقرار الأسري بجامعة الشارقة وذلك بمشاركة دول الكويت والبحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية السعادة الحقيقية هي العائلة فهي المكان الدافئ الذي يلجأ إليه الشخص حينما يغرق في بحر الدنيا فمن هذا المنطلق نظمت جمعية الاجتماعيين في الإمارات ورشة حول الاستقرار الأسري تحت شعار نحو أسرة خليجية آمنة حيث ناقشت الورشة كيفية إبراز أدوار العاملين في مجال الدراسات الاجتماعية والنفسية وبخاصة في مراكز الإرشاد والتوجيه الأسري في دول مجلس التعاون الخليجي كما تم عرض أحدث الدراسات والأبحاث العلمية التي تتناول محاور الورشة هذه طبعا الورشة في الأساس هي لأجل تنشيط وتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين في تعزيز مكانة الأسرة وفي تنمية قدراتها على التصدي للمشكلات والتحديات التي تواجهها في مجتمعنا الحديث خلال الفعاليات تم توزيع المشاركين في مجموعات عمل تقوم كل مجموعة بالإجابة على مجموعة من الأسئلة لكل موضوعات الورشة وحوارات ومناقشات جماعية عامة لنتائج عمل المجموعات وأيضا إعداد مقترحات وتصورات لقياس المتغيرات والتحديات للمشكلات التي أثرت سلبا على الأسرة الخليجية الهدف الأساسي هو ينبثق من خلال توجه الجمعية الخليجية لها استراتيجية الاستراتيجية التي قامت عليها على أساس نشر ثقافة ووعي لدى جميع أبناء دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالموضوعات الاجتماعية الهامة وطبعا لا نقفل أن الأسرة هي الأساس واللبنة الأساسية لجميع المراحل التي يمر فيها المجتمع من خلال الأرش يتم تحديد معايير وأدوات قياس مؤثرة في تحقيق الاستقرار الأسري واكتساب مهارات جديدة ملائمة مع المتغيرات والتحولات وإبراز دورها في تحقيق الاستقرار الأسري وأخيرا تحديد الأدوار التي يمكن أن تؤديها مراكز الإرشاد الأسري والعاملين في هذا المجال لتحقيق التوازن الأسري بطرق فعالة جاءت ورشة الاستقرار الأسري التي تنظمها جمعية الاجتماعيين تحت عنوان نحو أسرة خليجية آمنة لأخبار الدار لمياء المازمي الشارقة بدأت دائرة الموارد البشرية بالشارقة اليوم برنامجها التدريبي التخطيط الاستراتيجي الذي سيتم تنفيذه على هيئة سلسلة تدريبية متواصلة تغطي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة وفق مجموعات تدريبية منظمة وتقام تحت شعار تقييم الأداء نماء وارتقاء واستهدفت المجموعة الأولى للبرنامج مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة وقيمت بمقر دائرة الموارد البشرية بالليا وقال سعدت الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية إن تنفيذ هذا البرنامج التدريبي يأتي بغية تعزيز التطبيق السليم لنظام تقييم الأداء بدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة من خلال ربط أهداف موظفيها الفردية بخطط الجهات الحكومية بإمارة الشارقة الاستراتيجية والتشغيلية وأضاف بأن هذا البرنامج جاء بهدف تعزيز ثقافة التخطيط الاستراتيجي لدى المشاركين وربطها بالأهداف الفردية للموظفين وصولا إلى تحقيق الالتزام والرضا الوظيفية تسعى دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة إلى ترسيخ مفاهيم التخطيط الاستراتيجي ومفاهيم الهداف الذكية وكذلك مفاهيم نظام تقييم الأداء لموظفي حكومة الشارقة الهدف من الدورات هذه رفع كفاءات العاملين في حكومة الشارقة تشمل هذه الدورات نطاق جرافي كبير وهو إمارة الشارقة بشكل عام مدينة الشارقة وكذلك المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى نهدف من خلال هذه الدورات إلى ذكرتنا رفع الكفاءة الحكومية وكذلك إصال فكرة نظام تقييم الأداء لكل موظفي حكومة الشارقة الهدف أن نعرف كيف نطبق النظام هذا ونطبق الخطة الاستراتيجية وكذلك كل موظف سيقدر يصيغ أهدافه بناء على أهداف الدائرة من خلال الرؤية الواضحة من الإدارة العليا لدائرة الموارد البشرية وعلى رأسهم سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم تسعى دائرة الموارد البشرية بتبني أفضل الممارسات في تطوير العمليات الإدارية والكفاءة الإنتاجية لموظفينها التخطيط الاستراتيجي بشكل عام هو عبارة عن منهجية تسعى إلى تحقيق تصور واضح حول مستقبل من خلال وضع الخطط التشغيلية وأثرها على بيئة العمل كما يمكن المؤسسات بوضع التصور المستقبلي وأيضا معالجة الأزمات قبل وأثناء عقوعها نظمت دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية لاجتماع التنسيقي مع أعضاء المجلس البلدي لمنطقة مليحة وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون وتضافر الجهود ووضع أسس تنمية العلاقات المشتركة وتبادل وجهات النظر والخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في مجالات العمل البلدي بما يتوأم مع توجيهات ورؤى حاكم الشارقة في توفير كافة سبل ومقومات النجاح لتقديم أفضل الخدمات للأهالي والمقيمين وفق أعلى المعايير وأكد سعدت سالم بن محمد النكبي رئيس الدائرة بأن عمل الدائرة يرتبط ارتباطا وثيقا مع عمل المجالس والبلديات وبالتالي فأن هذا الارتباط يجعل خدمتنا تتكامل لتحقيق المصلحة العامة ويعزز مبدأ المنافسة الإيجابية التي تترجم الرؤى السامية لصاحب السمو الحاكم حفظه الله كما أشار إلى أن المواطنة هو المحور الأساسي الذي يجب أن ترتكز عليه كافة الخطط الاستراتيجية لجميع الدوار والجهات الحكومية ضمن أنشطة وزارة التربية والتعليم في شهر القراءة افتتح سعدة الدكتور راشد خميس النكبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان وعدد من أعضاء المجلس الاستشاري بإمارة الشارقة فعاليات كرنفال خورفكان القرائي على كرنيش المدينة والذي يستمر على مدى يومين على ضفاف شاطئ كورنيش خورفكان وبمشاركة عدد من المؤسسات التعليمية ومجموعة من طلبة مدارس المنطقة الشرقية انطلق كرنفال خورفكان القرائي الذي يأتي تزامنا مع شهر القراءة في دولة الإمارات كثالث المحطات التي يصل لها الكرنفال إذ يعد فرصة سانحة لتعزيز ثقافة الارتباط بالقراءة الكرنفال يستمر يومين يحتوي كثير من البرامج والورش القرائية التي تستهدف جميع الأعمار الأطفال في المجتمع وأيضا عرض لمبادرات مدارس المنطقة الشرقية عموما مع الفجيرة كرنفال عبارة عن مجموعة من الورش والأنشطة التي نقدم فيها للجمهور نطور عندهم مهارات القراءة نقدم لهم أساليب جديدة في مبادرات البزارة نطلق على بعض مبادرات البزارة القرائية مجموعة من الشركاء يكونوا ويانا في كل محطة يتضمن الكرنفال القراءي مشاركة كبيرة للطلبة وتواجد عدد من المبادرات الهادفة لتعزيز ثقافة القراءة لدى الطلبة وتشجيعهم وتنمية مهاراتهم المعرفية في حب لغتهم وحب التعلم صراحة كرنفال ويد حلو إن شاء الله يتكرر كل عام والقراءة نمو وعندنا الكتابة التطور الإبداع اليوم أنا مشاركة في مهرجان كرنفال قرائي عبتني هذه المشاركة وأنا كنت مشاركة في سرد القصص في مسرح العرائز كنا نسرد القصة حق الأطفال شاركت في كرنفال قراءة وبقول لكم كل ما عن القراءة القراءة قذاء للعقل وارتقاء بالفكر وبالقراءة ابن الحضارات مثل هذه الكرنفالات القرائية لها إسهامات كبيرة في تعزيز وترسيخ ثقافة القراءة بين أفراد المجتمع ولا سيم الطلبة وهو ما ينعكس بشكل كبير على تحصيلهم الثقافي وزيادة مخزون الطلبة للمعرفي في ظل اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء الإنسان ها هو كرنفال خورفكان القراءة ينطلق على مدار يومين بهدف تقديم ما هو كل مفيد للأطفال لأخبار الدار وليد الأصبحي من خورفكان إذا نصل معكم الآن إلى فقرة التواصل الاجتماعي التي تنقلها الزميلة العنود الصوري أهلا بكم من مواقع التواصل الاجتماعي نستعرض لكم أبرز التداولات المحلية ونبدأها معكم من تويتر ومن حساب الشارقات للأخبار استجابة لطلب الأهالي مستشفى الجامعات بالشارقة يفتتح طوارئ الأطفال على مدار 24 ساعة وفي تغريد أخرى من حساب التثقيف الصحي بالشارقة جمعية أصدقاء مرض التهاب المفاصل تقدم فحوصات مجانية لسائقية الحافلات بمدارس الشارقة وستشمل حملة الفحوصات المقبلة على ممارضات المدارس للحفاظ على صحتهم وضمان وقايتهم من الأمراض وانتقلوا معكم مشاهدين ومستمعين إلى الانستجرام وفي اخترنا لكم صورة من حساب الشارقة للأخبار وكالة الإمارات للفضاء تؤكد أن دولة الإمارات ما زالت في أمان من عملية سقوط القمر الاصطناعي الصيني على الأرض وصورة أخيرة نستعرضها لكم من حساب دائرة الثقافة بالشارقة يسر الدائرة بدعبتكم لحضور مسرحية كتاب الله الصراع بين النور والظلام وذلك يوم الخميس القادم الساعة الثامنة ونصف مساء في المركز الثقافي بخور فكان مشاهدين ومستمعين ختاما بقية تذكيركم بمشاركة أخباركم وصوركم بإرسالها عبر مواقع التواصل الخاصة من كما هي ظاهرة أمامكم وهذه عودة للزميلة نازك لنتابع بقية أخبارنا إذن تحقيقا لمطالب الجمهوري ورؤية بلدية مدينة الشارقة من أجل توفير مواقف شاغرة في أيام العطل والمناسبات الرسمية بعيدا عن اكتباض المركبات عادت بلدية الشارقة جدولة المواقف الخاضعة للرسوم إلى تفاصيل مع اتساع البقعة السياحية والتجارية في إمارة الشارقة واستغلال بعض أصحاب المركبات مجانية المواقف فترة الظهيرة والعطلات الرسمية أصبحت الحاجة ماسة لوجود مواقف شاغرة وللحد من اكتظاظ المركبات وتنظيم سير العمل جاءت جدولة الفترة الزمنية لتوفير عدد أكبر من مواقف المركبات إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة تسعى دائما لتنظيم وتوفير المواقف للجمهور وبناء على طلب شريحة كبيرة من الجمهور تم اخضاع المواقف للرسوم أيام الإجازات والعطل الرسمية لتوفير المواقف طبعا بسبب تكدس المركبات والوقوف لفترات طويلة وهذا إن شاء الله بتيح الفرصة لاستخدام مواقف لشريحة أكبر من الجمهور الحين الحمد لله احنا اخضعنا المواقف للرسوم من صباحا من الساعة الثمانية إلى الساعة العاشرة طبعا في الفترة هذه ما في قبل كان عندنا فترة الظهيرة في هذه المشكلة كانت موجودة فالحمد لله الآن عمدان منها خضعت للرسوم فالمشكلة انحلت بشرت بلدية مدينة الشارقة مع تطبيق القرار تغيير اللوحات الخاصة بالمواقف وتنويها الزوار إلى الأماكن الخاضعة للرسوم والتي جاءت في عدد من المناطق التي تشهد حركة نشطة أيام العطلات مثل شارع الحصن مجمع البنوك في منطقتين الشويهين والشيوخ وشارع الكورنيش من الجهتين في منطقة الشويهين وشارع قيس بن أبي صعصعة سوق الطيور في منطقة الجبيل ومواقف السوق المركزي في المجاز واحد وشارع الكورنيش البحيرة من جهة البحيرة في مناطق المجاز واحد واثنين وثلاثة بالنسبة للمبادرة بتاعة إخضاع المواقف وقت الظاهرة والواطلات للرسوم تحية كويسة على أساس النهية ما بيبقاش فيه ركود في المركبات طول الوقت بيبقى فيه حركة فبالتالي يبقى الكستمرز أو الناس اللي هي بتقدر تدخل المحلات يعني عددها يزيد يعني ما يبقاش طول وقت حد سايب العربية بتاعته أو السيارة بتاعته الفترة طويلة وما يبقاش فيها الناس لما بتجيبها بتلاقيش أماكن فتبقى حاجة كويسة يعني في صلح المواطنين والناس الموجودة في المكان طول بلدية الشارقة أهمية كبيرة بتقديم خدماتها للجمهور مراعية ضرورة توفير المواقف في مختلف الأوقات للتسهيل والتيسير على أفراد الجمهور لتبقى العملية منظمة وسلسة طيلة أيام الأسبوع ما يتثق مع أهداف بلدية مدينة الشارقة وتوجهتها إخضاع بعض مواقف السيارات للرسوم وقت الظهيرة وأيام العطل يأتي تحقيقا لمطالب الجمهور وتخفيف اكتظاظ المركبات في الأماكن الحيوية لإخبار دار محمد الجنيدي الشارقة افتتح متحف الشارقة للحضارة الإسلامية معرض ما وراء الحرف الخط العربي الحديث بالتعاون مع متحف الآثار الإسلامية في ماليزيا وحضر حفل الافتتاح سعادة سيد محمد هسرين بن تينغو حسين سافير ماليزيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وسعادة منال عطايا المدير العام لهيئة الشارقة للمتاحف وعدد من كبار الشخصيات والمهتمين بعالم الفن ويستمر هذا المعرض حتى 23 من يونيو القادم وذلك بتزامن مع فعاليات ملتق الشارقة للخط مارض ما وراء الحرف يضم أعمالا رائعة لعدة مبدعين حيث يسلط الضوء على 27 قطعة فنية لنخبة من الفنانين المعاصرين من جميع أنحاء العالم بالتعاون مع متحف الأثار الإسلامية بماليزيا والذي يضم تشكيلة من الأعمال الفنية المرموقة لنخبة من الفنانين المعروفين في مجال الخط العربي من المراكز الثقافية الإسلامية الإقليمية إحنا يعني اشتغلنا مع متحف الشرقة علشان ننطلع هذا المعرض والمعرض بيحاول أنه هو يورينا فكرة أن الخطات بيحاول أنه هو يعرض أشياء أخرى بجانب الخط الكلاسيكي هو عايز أنه يتحرر من القيود الخط الكلاسيكي وأنه يقدر أنه يورينا أنه يقدر أنه يستفيد من هذا التحرر بأنه يعمل لنا لوحات خطية جديدة ومعصرة وفيها فكر وفيها برضو زي ما بنقول فيها معلومة عايز يوصلها للجمهور ويجسد معرض ما وراء الحرف ثاني تعاون ناجح بين هيئة الشرقة للمتاحف ومتحف الأثار الإسلامية بماليزيا حيث يتيح المعرض من خلال تواجده في إمارة الفكر والأدب والإبداع والتفرد فرصة عظيمة لمحب الفنون لمشاهدة مجموعة من الأعمال الفنية والتي تعرض بعضها في دولة الإمارات لأول مرة أجد المعرض بصراحة أعمال جيدة أعمال لها دلالات بعيدة فنيا وبالمعنى بالإيحاءات الواضحة في الرسومات والله المعرض أجربة أطيفة هي بالتعاون مع المتحف الماليزي مع دارة المتاحف تعرفنا على الفنانين المشاركين بالمعرض فيهم اليابانيين من المصر ومن العراق فأجارة جميلة عدة تكنيكات مشتغلين فيها الفنانين وتغني الساحة الفنية بالدولة الإمارات العربية المتحدة تعمل هيئة الشارقة للمتاحف مجددا بشكل وثيق مع متحف الأثار الإسلامية في ماليزيا حيث يجسد تنظيم معرض ما وراء الحرف الاهتمام المشترك والاحترام الراسخ لمساهمات الخطاطين الموهبين من جميع أنحاء العالم بحيث يرضي أذواق محب فنون الخط العربي والإسلامي في هذا المعرض المميز وصلنا لختام أخبار الدار لهذا المساء الجديد يأتيكم في العشرة مساء عبر قناة الشرقية من كلباء إلى ذلك الحين نستودعكم الله وهذه العلاوية محمد بن راشد يطلق أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031 واستراجيجية 2021 للعلوم المتقدمة الممباثقة عنها المجلس الوطني الاتحادي يبحث علاقات التعاون مع البرلمان البرازيلي ويؤكد حق الإمارات في جزرها الثلاث المحتلة ضمن أنشطة وزارة التربية والتعليم في شهر القراءة انطلاق فعاليات كرنفال خرفكان القراءة على كرنيش المدينة اشتركوا في القناة